استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بقصر سموه بالرميل اليوم مع المحمد المالكي عثمان وزير الدولة للشؤون الخارجية والدفاع في جمهورية سنغفورة وتم خلال لقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات كذلك التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر الرميلة الليلة الماضية المشاركين في أعمال الملتقى الدولي الرابع للصخور الصناعية والتعدين التي انطلقت أعماله صباح أمس في مركز أرض المعارض بالفجيرة يتقدمهم سعد الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وتمنى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي للمشاركين النجاح في جلسات الملتقى والخروج برؤى تدعم خطط التعاون والتنسيق المشترك بينهم في مجال الاستثمار التعديني ودعى سموه ضيوف المؤتمر للاطلاع على تجربة الإمارات والفجيرة الرائدة في مجال الاستثمار بالصخور الصناعية والتعدين